نحييكم مشاهدين الكرام ونرحب بكم في حوار اليوم الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من المركز الإخباري بدمشق واسمحوا لي بداية أن أرحب بضيفي في حوار اليوم وهو سيادة وزير الإعلام السوري الأستاذ عمران الزعبي أهلا ومرحبا بكم أهلا وسهلا بك سيادة الوزير لعلنا في الفسحة المتاحة لنا تكون هناك جولة على آخر المعطيات سياسيا وأيضا ميدانيا وداخليا وبداية أسألك عن المرحلة التي نقف فيها اليوم بالنسبة للوضع في سوريا خاصة أن كل من هو في الدخل السوري وكل من يشعر أنه سوري وكل محب لسوريا حتى ربما من يلفظ أنفاسه الأخيرة كضحية لأحد الأعمال الإرهابية أو كجندي في سبيل الوطن يشعر أننا على مشارف الربع الساعة الأخيرة من الانتصار أولا طبعا مساء الخير لك وبعد أبدأ كل آيات الاحترام والإجلال للشهداء والدعوات للجرحى جميعا بالشفاء الواقع أن في الواقع الداخلي نبدأ بالواقع الداخلي واضح تماما لا يحتاج إلى تأكيد حقيقة لا من مسؤول ولا من عسكري ولا من سلطة مدينة الأخيرة أن المشهد على الأرض قد تغير وقد تبدل وأن هذا المشهد لا عودة فيه إلى الوراء إطلاقا القوات المسلحة الجيش والقوات المسلحة السورية تحرز تقدما في مواجهة الإرهاب في كل أراضي الجمهورية العربية السورية دون استثناء وهذا التقدم له أدلة أدلة يقدمها الجيش وأدلة أيضا يقدمها المجموعات الإرهابية حينا عبر رمي السلاح والفرار حينا عبر التسليم وحينا عبر المعلومات والأخبار التي تصل أو يجري تداولها سواء إعلاميا أو مشافهة بين الناس وحديث حتى القيادات السياسية الغربية والإقليمية التي تمول وتسلح وتدعم سياسيا هذه المجموعات حديثهم عن بدء انهيار المشروع الإرهابي الذي صدفت به سوريا والمشروع السياسي الذي صدفت به سوريا على مدار المرحلة الماضية كلها بدء انهياره وتفككه هذه مؤشرات إضافة كما قلت إلى المؤشرات والدلائل والأدلة التي تقدمها الجيش العربي السوري يوميا وعلى مدار الساعة في عموم مناطق الجمهورية العربية السورية وراضي سوريا عن إحرازه لتقدم واسع على الأرض في كل الاتجاهات طبعا هذا يؤكد ما كنا نعتقده أساسا في كل الأوقات ولم نشك يوما لدرجة أن نتبنى وجهة نظر أخرى كنا نقول دائما منذ اللحظة الأولى للأحداث التي وقعت في سوريا وللعدوان على سوريا إن جيش السوري بوطنيته بتسليحه بتدريبه بكفاءته بقدراته قادر على تحقيق الانتصار في هذه المواجهة وأنا لست مع الذين يظنون أو الذين جربوا أن يقولوا أن الجيش السوري غير قادر على الحسم هذه النظرية أنا مختلف معها شكلا ومضمونا الجيش السوري قادر على الحسم وكان قادر على الحسم وسيبقى قادر على الحسم لكن الأمر كان يتعلق في بعض الأوقات بأن الجيش العربي السوري كان يريد أن يترك الفرصة في عدة مناطق للمدنيين بالخروج لأنه لا يطلق النار على الإطلاق على مناطق فيها مدنيين أو عزل ثانيا كان يترك فرصة أيضا لبعض المسلحين لمراجعة أنفسهم كان يترك فرصة لجهود المصالحات أو لجهود التوسطات وإجراء بعض الترتيبات في بعض المناطق إلا من استعصى وقرر أن يواجه الدولة وأن يواجه الجيش والقوات المسلحة وعندما تغير المشهد كليا في الأيام الأولى للعدوان على سوريا وثبت دخول العنصر الأجنبي إلى سوريا القاعدة وجبات النصرة وبقية الأسماء داعش وغيرها عندما ثبت ذلك هؤلاء ليسوا سوريين وبالتالي ليسوا معنيين لا بمصالحة ولا بمسامحة ولا معنيين بمدنيين أساساهم ولا معنيين بأسلوب محدد في المواجهة هؤلاء قتل جاءوا لتنفيذ مجازر واعتداءات على المدنيين وعلى البنى التحتية فبالتالي الجيش السوري لديه معهم خيار واحد هو خيار المواجهة وبالطبع هذه المواجهة الآن تبرز نتائجها وتعطي مفاعلها الحقيقية في تحقيق التقدم والانتصارات على الإرهاب على الأرض هذا على الصعيد الميداني لكن سيادة الوزير الزجبي الإرهابيين من مختلف دول العالم هو لم يتوقف وحتى التمويل يعني حتى وإن ذهبت هذه الدول التي تمول الإرهاب إلى أبعد مدى فهو مستمر هل هناك معطيات من معطيات سياسية معينة عززت من الوضع الميداني أيضا هل ثمت شيء يتبلور على صعيد اتفاق ربما إقليمي أو شبه دولي على محاربة هذا الإرهاب الأصولي في سوريا شوفي أولا هذه الدول لم تترك شيئا لم تفعلها يعني الدول الداعمة في مقدمتها السعودية وقطر ودور التركي في هذه المسألة وأدوار بعض الدول المجاورة بشكل رسمي أو عبر غض الطرف عن ما يحدث أو كلاهما معا يعني غض الطرف وبشكل بعلم الدولة لم تترك طريقة أو وسيلة إلا ونفثتها يعني لم تعدم وسيلة أبدا إلا وباشرت فيها عبر ادخال المسلحين والأسلحة وتطور الأسلحة والمقاتلين أو الأرهابيين من جنسيات مختلفة وعبر التجنيد وإلى آخره يعني هي مو ترك على حالة شيء إلا عاملته شيء مع سوريا إلا وفعلته وبالتالي ماذا بوسعها أن تفعل أكثر من ذلك مع سوريا إلا أن تستمر في سلوك هذا الطريق وبالتالي هذا له إنعكاساته الخطيرة ليس على سوريا فقط إنما على تلك الدول أيضا وعلى عموم المنطقة وعلى عموم الأمن الإقليمي في المنطقة وربما أكثر من ذلك هذه الدول في الأساس خيارها الأساسي كان الاشتراق والمشاركة والتخطيط للمشروع الأساسي الذي سدف سوريا وهو تدمير وتفكيك الدولة السورية كل كلام قيل عن غير ذلك كان كلاما ضمن عملية الافتراء وضمن عملية الفبركة وضمن عملية تضليل الناس إنه موضوع نظام وموضوع سلطة وموضوع رئيس وموضوع كذا هذا كلته كان كذب وما زال كذبا الموضوع كان يستهدف البنية السورية الدولة السورية هذا الكيان السوري بالمعنى الرمزي هنا نقول الذي سلوكياته وأخلاقياته ومناقبياته ومواقفه واحد اثنين ثلاثة معروفة كرياتا لا داعي أن نعدده وثوابته يجب تدمير هذه البنية يجب تدمير هذه الدولة يجب تدمير هذا الوطن يجب تدمير هذا الإنسان الإنسان السوري أيضا مستهدف وليس فقط الدولة السورية وبالتالي زج بإمكانيات هائلة مالية وتسليحية واستخباراتية وإعلامية من أجل تحقيق هذا الهدف اليوم بعد مرور سنتين وبضع أشهر على الأحداث في سوريا على العدوان على سوريا ثم تمن أدرك وهذا نتيجة في مراكز دراسات وفي تقدير وفي وعي سياسي أن المسألة لن تتحقق أن هذا المشروع لن ينجز كما تمنوا وثمت من لا يزال أسير هواجسه وأحلامه وتمنياته وحقده الشخصي والأحيانا الرسمي على سوريا تمام وبالتالي مستعد الذهاب إلى نهاية المطاف ولا أحد يعرف أساسا أن نهاية المطاف نهاية المطاف قطعا ليس بسوريا بالمناسبة إذا استمروا بهذا الاتجاه هؤلاء الآن بات واضحا وممكنا جدا أن نعيد لهم أيضا ما قلناه منذ بداية الأزمة العدوان على سوريا لا يمكن أن يحقق نتائجه لأنه في الأساس لا يملك مقدماته الحقيقية مقدماته يعني المسألة ليس مسألة إمكانيات أنت عندك إمكانيات لا تبني أطخم أكبر بناء ولكن هذه البنائية بدأ إدارة وبدأ مبررات وبدأ مخططات في تفاصيل أخرى ليس لديهم مبررات لهذا العدوان ليس لديهم مشروعية في هذا العدوان ليس لديهم ما يقولونه غير الإفتراء والكذب الذي قالوا يعني هنا ليش لجأوا للإفتراء والكذب والتضليل لأنه ما يدروا يقولوا الحقيقة يعني فهمتعلي كيفية فإنس بتقولوا أنه طيب ليش بدك كل هذا ما يدروا يقولوا الحقيقة ما يدروا يقولوا أنه نحن ضد سوريا لأنه سوريا مع المقاومة ما يدروا يقولوا أنه نحن ضد سوريا لأنه سوريا لم تذهب إلى سلام مذلم مع الإسرائيليين ما يدروا يقولوا أنه نحن ضد سوريا لأنه سوريا قرارها الوطني مستقل إرادتها السياسية مستقلة يجب أن يقولوا شيئا آخر أي شيء يسويقون به هذا المشروع وهذا ما حصل منذ البداية ما خلوا كذبة بالعالم ما كذبوا ما خلوا أسلوب لشيطانة الدولة والجيش ومقام الرئاسة والمؤسسات وحتى الإنسان السوري إلا وفعلوه اليوم المشهد يختلف كليا الساحة بكل مؤشراتها وأدلتها تختلف كليا هل هناك أحد يفهم لأط المشهد تقصد على الميداني والداخلي السوري الإقليمي الداخلي والإقليمي والدولي لأنك ميزت بين من أدرك حقيقة ما يجري وبين من هو مستمر حتى الآن وبالتالي سيادة الوزير هل ثمت إعادة ربما تموضع لبعض هذه القوى فيما هو حقيقي وواقع تماشيا مع المواقع كيف تنظر ربما الحكومة السورية إلى هؤلئك الذين يريدون طريقا سالكا ربما لعودتهم عما تصرفوا به أنت تتحدثين عن دول هذا أولا ليست الحكومة السورية التي تملك القرار في كيف تتعامل مع هذه الدول الشعب السوري هو الذي يملك هذا القرار وهذا ما عبر عنه سيادة الرئيس بوضوح تماما الشعب السوري هو الذي يقرر فيما إذا كان سيتعامل وكيف سيتعامل ومع من سيتعامل وبالتالي لا يمكن أن يجتمع الشعب السوري على باطل سيختار خيارا واحدا في المحصلة نحن ليس لدينا مشكلة أبدا مع الشعب التركي لم يكن لدينا مشكلة مع الشعب التركي ليس لدينا مشكلة مع شعبنا في أرض الحجاز ونجد وما يسمى المملكة السعودية تمام؟ يعني نسبة إلى آل سعود ليس لدينا مشكلة ليس لدينا مشكلة مع المواطنين في عدة دول خليجية أهلنا وإخواتنا وناسنا وبيحبونا ومن حبهم ومعنا مشكلة معهم مشكلتنا مع بناء وأنظمة سياسية واجهزة استخباراتية هدرت أموال هؤلاء الناس يعني الحكومة السعودية هدرت أموال الشعب السعودي هدرت أموال الشعب هناك أنفقت أموالها مش بس على سوريا بسوريا وبمحلات تانية كثير وقبل الأزمات وقبل ما يسمي بين قوسينا الربيع العربي وأنفقت أموال كثيرة على البزخ وعلى 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 هي من حق هؤلاء الناس من حق الفقراء في السعودية وفي فقراء في السعودية أشدوا بؤسا وفقرا فقرا مما وجد في أكثر مناطق العالم بؤسا وفقرا ومنعد لهم المناطق الموجودين فيها يعني حوالي الخبر والظهران ومنطقة الراكية وإلى آخره وفي مناطق الجنوب في فقر مرعب هذا ما للناس في دول أخرى أيضا هناك فقراء ومحتاجين ولو ما كان في فقراء ومحتاجين فترضيهم كانوا كل آياتهم أغنياء في تنمية وفي مشاريع وفي قيم يجب أن تصرف الأموال في سياقها من أجل تعزيزها قيم بتطوير الاقتصاد وبتطوير السياحة وبتطوير التعليم وبتطوير التربية وبحقوق الإنسان وبحريات العامة وما إلى ذلك لماذا تنفق على دعم التنظيمات الإرهابية والقتل وولا آخره هذه أسئلة نحن نطرحها لنذكر بها أهلنا في الخليج العربي كله ليذكر بها حكامه ويسألهم عن هذا السلوك بالمحصة طبعا تغير المشهد تغير المشهد الإقليمي وسيتغير أكثر فأكثر ولهذا أيضا طبعا أسبابه السبب الرئيسي لتغير المشهد الإقليمي هو صمود الدولة السورية الحامل الأساسي لكل التغييرات التي حصلت في المنطقة هو صمود الدولة هو أنها لم تسقط لم تنهار بعد مرور كل هذا الوقت رغم رهان الكثيرين في الداخلي والخارجي رهانات كانت أسبوعية أول شيء حيانا يومية وأسبوعية بعد ذلك صار رهان على أشهر بعد ذلك صار رهان على فصول تخلص الصيفية تخلص الشتوية مع كل هذه الرهانات لم يحدث ما تمنونه صحيح سقط ضحايا كثر صحيح صار في تخريبه دمار كثير هذه سقوط الضحايا والدمار والتخريب أساسا هو جزء من المؤامر على سوريا جزء من العدوان على سوريا يعني ليس عرضا بالطريق صار هذا الحكي كان جزء من عملية تفكيك الدولة وأسقاط الدولة تدمير بنى الدولة البنى الاقتصادية والبنى الاجتماعية والإنسان السوري حكينا من البداية عن إنسان السوري قتل الإنسان بالمعنى الحرفي للكلمة قتل الكوادر واغتيال الكوادر ودعوة الناس إلى النزوح وإلى الهجرة والإساءة إلى ظروف الحياة أو تدمير ظروف الحياة الطبيعية في أكثر من منطقة والهجرة الداخلية هذا كلها ياته مش عبثي يعني منكون كثير سزج وبسطاء إذا اعتقدنا أنه هذا اللي كان عم يصير هو يعني ردود فعل أو نتائج طبيعية ثمت مخطط واسع النطاق انشغل عليه مو بس كطاب سياسي وليس فقط تسليح وليس فقط تدريب أيضا هناك مشروع متكامل عنوانه وتغيير الديمغرافيا والجغرافيا على حد سواء نعم الآن هذا المشروع إلى أين وصل وأنا أسألك من منطلق الحديث اليوم عن اقتراب أم عدم اقتراب المؤتمر الدولي حول سوريا سأسألك عن هذا الموضوع ثمت من يقول إنه سيحاور اليوم مع أن الدولة السورية والحكومة السورية منذ بداية هذه الأزمة كانت قد دعت إلى هذا الحوار وكان هناك المؤتمر التمهيدي ربما لهذا الحوار وكان هناك رفض قاطع ما الذي جرى حتى تتم اليوم الموافقة على هذا الحوار ببساطة في تموز 2011 أنا قلت في اللقاء التشاوري في حوار ضمن مجموعة كبيرة من الحاضرين قلت لهم أن بعض المعارضين لن يأتوا إلى هذا اللقاء ولن يأتوا إلى أي لقاء حواري أو تشاوري أولا بجوز لأنني أنا بعرف جزء منهم على المستوى الشخصي وبعرف كيف يفكروا وبعرف كيف كانوا عما يناقشوا المسألة السبب طبعا هم قادمون إلى جنيف أو سنذهب إلى جنيف للحوار بالأخير اسمه حوار بلوه بعض يحب حديث يسميه تفاوض نقاج جدال شو ما بدك يعني لن نقع أسرى المصطلحات لكن بالأخير هو حوار حوار لماذا لم يأتوا إلى هذا الحوار ابتداء لماذا لم يحضر ابتداء لأن الرهان كان مختلف كليا كل ما كان في نقاش أنه تفضلوا ليسير حوار ليسير نقاش حول أي مسألة من المسائل حول الواقع حول الإصلاحات حول ما يجب إحداثه من تغييرات في بنيوية كانوا يرفضوا هذا الرفض نهائيا ويضعونا شروطا شروط إذا أنجزت هذه الشروط أو تحققت كانوا يضيفون عليها شروطا جديدة أو يستبددونها بشروط جديدة هم لم يكن لديهم النية إطلاقا أنا أقول البعض بأي حوار مع الدولة مع الحكومة بأي حوار لماذا؟ لأن الوعود التي كانت مطاط لهم مثل ما تلقى كانت باليوم أحيانا وبالأسبوع والأخير أن الجمعة الجاية الأحد القادم الجمعة الجاية بتعرف كنا نسموه الجمعة أسماء أيام الجمعة جمعة الكزم بعد منها بيديه الموضوع الشهر الجاية بيخلص الموضوع آخر الشتوية انتهى الأمر على عيد الميلاد على عيد الأطحى برمضان بعد رمضان إلى آخر تذكري هذه القصة لكنهم لم يتوقفوا عن فرض الشروط لا لا هنم ما بيقدروا في وظيفة الآن أنا هلأ بنحكي على لكن أنا عم بحكي الآن على أكثر المعارضة الداخلية أو على بعض المعارضة الداخلية حتى ما نقول لها بعض المعارضة الداخلية كانت متبنية هذه الرواية على أمل أنه طيب ليش نشاور ونهلأ ونتشاور ونتحاور إذا الجمعة الجاية راحين ناخد السلطة ونحكم نحن مشان نشوك هذا الحوار تبين أن هذا الكلام غير ممكن ولم يحدث السؤال مهن السؤال الأهم لما كان حدا يتلقى وعدا من هذا النوع ألم يكن مفترض أنه سياسيين يعني ناس مش عاديين ما كانوا يسألوا حالا أنه لماذا لم يحدث لماذا لم يحدث هذا الذي يعد على ماذا يبني وعده ما هي المقومات اللي لديه ما هي الأسس التي لديه ولا يكفي أنه بس يعطي وعده بيبعث مصاري وإلى آخره هذا السؤال طيب هذا السلاح الذي دخل الكمل هائل من السلاح الدخل المال الذي دخل هذا من أجل ماذا ما هو الهدف أسئلة كثيرة هي حقيقة في ذمة وفي رسم بس بالذمة أكثر بعض المعارضة في الداخل بذمتهم الشخصية والإنسانية وسيسألون عنها حتى يوم الدين تمام أنه لماذا ذهبتم بالبلاد إلى هذا النحو لماذا رفضتم الجلوس إلى الحكومة لماذا تمنعتم لماذا لم تتشاوروا لماذا لم تختبروا تختبروا اختبار طيب روحوا وعدوا مع الحكومة واختبروا وقولوا بعدين أنه أخي والله أعدنا مرة وثنتين وثلاثة واختبرنا وأن هؤلاء الجماعة مجدية لا بدون نساوه وإصلاح ولا كذا حكوا على المادة 8 من الدستو حكوا على قانون الطوارئ حكوا على محكمة أمن الدولة إذا بذكر البداية حكوا على ما في قانون أحزاب ما في قانون انتخابات طيب شرفوا هاي بقهش كامل تمام وبعدين طلعت القصة مش هون طلعت قصة بمحل تاني طلعت القصة أنه إسرائيل وصلنا لمحل أنه إسرائيل بتقدم مشافيها وبتفتح البواباتها مخيمات وباني مخيمات وعمل مراكز دوجستية واستخباراتية طلع أنه في أموال محولة يعني أموال بالهبل لبنان وعلى الأردن وعلى بنوك وعلى أشخاص والأخير يطلع أنه في شبكة كاملة عن كبوتية ما زلنا نتحدث عن المعارضة الداخلية ولا هلأ انتقلنا للبرا جوه طبعا أما فيما يتعلق بأنهم الآن ذاهبون الآن ذاهبون بسببين السبب الأساسي حقيقة أنهم أمروا بالذهب هذا كلام لاحد يناقشنا وأساسا ما بدنا نأخذ ونعطي نحن والعالم لا معهم ولا مع غيرهم حاول أنه أمرنا ولا ما أمرنا خيارنا ولا مخيارنا بكفي أن يقول أحدهم من المعارضة الخارجية أنه حضر اجتماعات في وزارة الخارجية الفرنسية وأعدوا البيان الذي سيتقوله بعض المعارضة في الخارج للذهاب إلى جنيف ووزع هذا البيان على الدول التي هي السعودية وقطر والفرنس والأخير والولايات المتحدة يبدأ ملاحظاتها ثم أعطينا هذا البيان للناس الذين يجتمعوا وقالوا والله نحن راحلين على جنيف بكفي حكى هذا الحكي تمام ليكون وصمة عار وصمة عار في جبينهم فردا فردا ومجموعة فردا فردا ومجموعة طبعا في بعض منهم سياسيين بس في بعض منهم قطعا ليسوا سياسيين ولا يملكون أي إحساس اتجاه هذه المسألة أو حز أو خبرة في حدا بالعالم بيقول أنه والله أنا الخارجية الفرنسية جهزت لي البيان وأنا حضرت معهم بالاجتماع واجهزت شو هالمنطق هذا على شو كيف ستخاطب السوريين كيف ستخاطب السوريين يعني أنا اللي بقول أن الخارجية الفرنسية هي بتخيل أن الخارجية الفرنسية ما بعثت نسخة للإسرائيل وشاورته بهذا الموضوع كيف يمكن أن نقبل مثل هذا الكلام مع ذلك هل سنقبله أي هل سنحاور هؤلاء بمشروع ربما حوار كما تفضلت حضرتك بتوقيع فرنسي ومباركة أمريكية تركية قطرية وغير ذلك من الدول التي مر عليها ووقعت شوفي بكل الأوقات منذ بداية العدوان على سوريا حتى الآن لم تقل الحكومة السورية لحظة واحدة أو يوما واحدة لم تقل ولا على لسان أحد من الذين يعني لديهم سلطة الحديث عن هذه المسألة لم يقل أحد أننا ضد الحوار أبدا لم يقل أحد أننا ضد الحل السياسي أو المسار السياسي تمام وعلى هذا الأساس نحن منسجمين مع أنفسنا بالمناسبة لاحد يفكر أنه خلاف ذلك نحن منسجمين مع أنفسنا مع سياسة وطنية نحن نتبنى المسار السياسي المسار السياسي يفضي إلى نتائج تمام هيك الأمر الطبيعي نحن قلنا أننا نذهب إلى جنيف ولاحد يحط شروط مسبقة هلأ بيجي حدا بيطلع على الإزاعة قدام محطة بيفتح حوار بيغدو على الهوى مباشر بيعمل مؤتمر صحفي بيحط لستة من عندهم منه أنه أنا يعني نحن راحين على جنيف بس بدنا ضمانات وأنه هاي الحكومة بدأت رحل والرئيس ما دخله والمدرج وآخره هذا الحكي يعني هذا الحكي مثل يعني الأصراخ بسؤول هال تمام مع الاحترام لكل بسؤول هال تسمعي أصوات عالية وواطية وكذا وآخره بس بالأخير لما بدك تشتري بتحكي أنت وحدك صوت واطي بلا قدرش الكيلو ميت وراء بتشتري أما هذه العياط كده ما بيفيد آخر شي سيتوا إلى جنيف وقالوا أننا قادمون إلى جنيف لأنه أعطيت الأوامر صريحة وواضحة بالذهب إلى جنيف لكن سيادة الوزير قبل أن أنتقل من هذه النقطة يعني وتساؤل يطرحه الشعب السوري نفسه عندما أيضا سيحاور الشعب السوري لأنه بالنهاية إرادة الشعب السوري هي الأساسية والحكومة السورية من أعطي الأوامر من الغرب كي يأتي إلى الحوار أه يمكن أن يشجع هذا هكذا مذهب سياسي أي من ربما يستقوي بالخارج ليرفض أي شيء في وطنه وأتحدث عن قادم الأيام أولا هكذا مذهب سياسي هو اسم كبير لشيء صغير مثلا ونحكي المزبوط أنا مش عمقل لما قيمة أحد على المستوى الشخصي كل العالم ماشي حالا بس خلينا نقول التالي أولا الخروج على الشعب الخروج على الشعب والفك الارتباط مع الوطن وفك الارتباط مع الأمة وفك الارتباط مع الثوابت الوطنية وفك الارتباط مع منظومة القيم الأخلاقية والدينية والوطنية قصة ليست جديدة من أيام الأولى للبشرية وحتى الآن بكل الأمم وبكل التواريخ وتحت ملايين الشعارات في ناس خرجت عن أمتها وذهبت في منحة آخر فهذا مش مدهش يعني بجوز بيزعل بعض الناس بيبعث على الانزعاج أوكي صح هذا طبيعي الإنسان بالأخير مو بس يعني مش مادة في مشاعره لكن هذا مو اختراع جديد بكل التاريخ دائما كان في ناس يعني دعيني أن نقول بكل صراحة يخونون البلد سوريا تعرضت ومصر وروسيا وامريكا وإنما بدك في ناس بتطلع أو بالإغراء المادي أو أحيانا بالاختيار اللحظة الخاطئة اختيار الموقف الخاطئ في ناس بترجع وترتد وتكتشف وفي ناس توظل بعيدا في هذا الخيار في جنيف بطبيعة الحال جنيف له مناخه وترتيباته التي تقوم بها يقوم بها المبعوث الأممي والموثلين الخارجيتين الروسية والأمريكية ويساوي ترتيبات لكن بالمحصلة بدأ يصير في نقاش هذا النقاش سيتحرك على سكة بيان جنيف في 30 حزيران 2012 هذه سكة واضحة لها شروطها ولها معطياتها ولها محدداتها نقطة من أول السطر برات بيان جنيف بصانتي بميلي دون التفسيرات التي تبعتها لا 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 كل شيء واضح لا اجتهاد في مورد النص تمام لا اجتهاد في مورد النص في كلام مكتوب هذا الكلام له معنى يجب أن العبرة في المعاني وليس في المباني تمام ولذلك يجب أن نطبق بيان جنيف بيان جنيف واضح جلي رغم ما اكتنفه من غموض في الصياغة أحيانا بالترجمة أو غموض في الصياغة الغموض السياسي خلينا نسميه لكن كله واضح لا يوجد شيء يدعو إلى التكهن أو التخوف أو إلى آخر موقف القيادة السورية والشعب السوري واضح نحن ذاهبون إلى جنيف لنتبع مسارا سياسيا ونعثره على حلولين سياسية يوافق عليها الشعب السوري باستفتاء عام هذا خط أحمر واضح صريح هذا ليس شرطا ليس شرطا نحن ذاهبون ليس لدينا شروط مسبقة ولكن الإرادة التي ستفصل هي إرادة السوريين الشعب السوري وهذه إرادة لا تعلو عليها إرادة إلا إرادة الله سبحانه وتعالى تمام أما شيء آخر حزبي سياسي ضغط خارجي ضغط إقليمي مدري شو حدا خيالات حدا بتخيل خيالات أو بشوف منامات يفكر أنه يعني بينام بإسطنبول بفيق الصبح بجنيف بيحلم أنه نحن جايين معه على جنيف مشان نقول له تفضل هاي مفاتيح الوزارات وهي مفاتيح دمشق وهي مفاتيح سورية هذا هرتقة تمام وأضغاف أحلام ولا معنى له واللي بيفكر هذا التفكير يعني شخص سخيف مما كان يكون تنظيم سخيف مجموع سخيف ليبدك يا وتافي ولا قيمة له سياسيا ولا يفقه في السياسة ولا يفقه في شيء هاي نقطة لازل تكون كتير واضحة وجلية وبالمناسبة سواء هلا بكرة بيطلعوا بيقولوا وقال وزير الإعلام السوري كذا والآخرية لو طلعوا وقالوا تمام والآخرية جاي بدون يجوا على جنيف الرجال منهم لا يجي على جنيف الرجال منهم لا يجي على جنيف بدون يجوا لأن أعرف كيف لأنه قال للبوس الكبير تابعون للوسيط للأجير كذا أخر هي قال لهم لجماعتك بإسطنبول بينزلوا بيضبوا غراضهم بينزلوا على جنيف فلان وفلان 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 بالإسم أيضا التساؤلات في شارع السوري هو إلى أي مدى هناك ربما تدقيق أو بحث في مدى ملائط هؤلاء الذين ربما ستحاورهم الحكومة السورية في جنيف خاصة أنه اليوم أيضا قاتيلوف قال أنه التأكد من يمثل الشعب السوري من المعارضة هل يمكن التأكد من هذا الأمر حقيقة لا يمثل الشعب السوري إلا الشعب السوري أول شيء الشعب السوري لا يمثله إلا الشعب السوري شو معنات هذا الحكي مؤسسة الحكومة السورية مؤسسة رسمية تمام لم نقل يوما أن النظام السياسي في سوريا أو الحكومة أو حزب البعث أو الأخر يمثل كل السوريين لم يقل أحد يوما تمام الحكومة يتمثل السوريين بمعنى أنها تدير شؤونهم تدير شؤونهم تمام وهي تأتي عبر آليات دستورية محددة بس هل يستطيع حزب أو شخص أن يقول أو يزعم أنه يمثل كل السوريين لا أساساً لماذا نذهب على الانتخابات لماذا نذهب على الانتخابات لماذا نذهب على الانتخابات يطلع 50% 55% 60% وكذا إلى آخر أساساً لماذا نتخاب اليوم لا يرى هذا المشروع أو هذا البرنامج يمثلوا بالأخير لا يرى الشخص المقصود أفهمت كيف أنا اليوم نطرح مشروع قانون ويجوز تطلب الدولة تستفتي رأي الناس فيها إذا أنا صوتت ضد مشروع هذا القانون مو معناة أني أنا صوتت ضد الرئيس أو ضد الحزب أو ضد الحكومة أنا ضد هذا القانون هنا بجوز بعد جمعة يطلع صوت نعم لمشروع قانون آخر فهمت عليك المعارضة كل فئة من فئات المعارضة تمثل أعضائها وعناصرها المنضمة إليها ما في حدا برا يمثل الشعب السوري ولا حدا يجوه يمثل الشعب السوري لكن لماذا نرجع على الاستفتاء بالأساس خاصة في ظل أنه كان في بيانات بين جموعة مسلحة نزعت أي صفة تمثل إذا كنا ندعي أننا نمثل الشعب السوري لا يوجد داعي للجنيف نحن نمثل الشعب السوري ماذا تكون فينا منا نجاين عنكم أنتم من تمام مجرد حضورهم إلى جنيف المعارضة مجرد حضور المعارضة إلى جنيف يعني أنهم نسفوا كل مقولاتهم السابقة أولا كانوا يقولوا نحن نمثل الشعب السوري نحن ما نعود مع النظام نحن آخر شي ما صار اجوا وقالوا أنه ما نمثل الشعب السوري اعترفوا وقالت لهم أمريكا وروسيا أنه أنتم ما بتمثلوا حتى كل المعارضة ماذا ما بتمثلوا شعب السوري في بعض لكل قوة من قوة المعارضة قيلة لها أنت بتمثل مجموعتك ناسك أعضائك المنتسبين المنضمين لماذا أنا اخترت هذا الحزب ونضميت له وما اخترت هذا الحزب أنا أرى أفكاري هنا ومشروعي السياسي هنا تمام هذا الحزب يمثني هذا الحزب لا يمثني ومن لا ينضوي تحت أي حزب المستقلين أيضا لهم تمثيل بمسلوع المستقلين عادة بالانتخابات يأتي مستقلين على الفردومانات بمسلوع الناس المش منضوية أو التي لم تختار حزبهم بعدين أنا بيجوز بالانتخابات روح انتخب حزبي وانتخب حدا من حزب آخر أنا شايفه شخصيا كويت موضوع آخر هذا خيارات الناس هاي هاي جوهر لعبة الديمقراطية هذا جوهر لعبة الديمقراطية بينما عندما أزعم أنا أني أنا بمثل كل السوريين وكل الناس وكل الأخير وما في حدا غير يمثلون تمام شو علاقتي بالديمقراطية أنا بكون مجد دمقراطي تمام لما أنا بقول ما بدي استفتاء وما بدي انتخابات إلى آخر أنا مجد دمقراطي تمام أنا لما بقول أنا بدي استفتاء عام وبيدي انتخابات أنا أحتكم إلى الشارع أحتكم إلى الشعب أحتكم إلى ضمير الناس تمام هؤلاء الناس الذين دمرت حياتهم واعتدي على أملاكهم ومتلكاتهم وقتل أولادهم وأهاليهم ووا ووا إلى آخر هدول الناس هم أصحاب القرار النهائي في البلد ما في حد صاحب قرار نهائي في البلد غير الشعب السوري نعم انطلاقا من هذا يعني والسؤال دائما يطرح وهذا المواطن الوطني بكل معنى الكلمة وبكل المقاييس الذي تشبث بكل ما يتعلق بوطنيته وبوطنه وبأرضه حتى يعني عندما تعرض لكل أنواع الإرهاب والقتل وهذا يحدث يوميا بالأمس واليوم وقبله وهنا أنا لا أتحدث عن هذا الجندي الذي هو يرسم سياج هذا الوطن إنما على هذا المواطن هنا يسأل هل ما نتحدث عنه إذن ملامح بدء لحوار معين بين السوريين قد يطول وهناك قوى لها مصلحة فعلا أن يطول هذا الحوار وبالتالي لا ينعكس على الوضع فيما يتعلق بهذا المواطن المعاناة مع أنه يدرك أن الجيش العربي السوري أمسك بخيوط مناطق كثيرة في الميدان وأن الغرب فقد السيطرة على هذه الخيوط أولا يطول أو لا يطول هذه القصة يجب أن لا تكون قصة سياسية يجب أن تكون قصة واقعية تترك لطبيعة النقاشات التي يمكن أن تدور نحن نتمنى أن نصل إلى حل سياسي وعبر المسار السياسي بأسرع وقت ممكن تمام بس هذا الحل السياسي هو الذي يختص به السوري سوري سؤال هنا هذه القوى الموجودة في الخارج التي بدأت تجي ما علاقتها الحقيقية بالمجموعات المسلحة على الأرض هذا هو السؤال نعم وقبل قليل طرحت هذا سؤال مهم يعني ما سمي بالإتلاف هل يستطيع أن يجلس على الطاولة ويقول أنا هلأ برفع السماعة بخبر جبهة النصرة أو القاعدة بقول لهم نسحبوا توقفوا عن تمام في حدا منهم بقدر يتقول لداعش أو لتنظيم القاعدة أو لآخره هذا الكلام هذا هو هون السؤال نحن الدولة منقدر نقول ونصرفها وإلى آخره وهناك مؤسسات وهناك الجيش وهناك شيء هن بقدر يقولوا للمجموعات الإرهابية المسلحة ذلك هذا سؤال مهم برسم برسم دول وبرسم أشخاص آخرين أنا من هلأ عم جاوبك هن على صلة بهذه التنظيمات جزء منهم على صلة جوهرية بهذه التنظيمات ولكن هن ليسوا أصحاب صلاحية لا يكون الصلاحية ليقولوا نحن نستطيع أن نوقفهم أو لا نوقفهم نمنعهم أو لا نمنعهم لأن هناك دول ومخططات خارجية تقف خلف هذا الكلام تمام ولذلك الأحاديث الجدية والكبيرة والحقيقية تدور بين السادة لا تدور بين السادة والعبيد ولا بين العبيد والعبيد تدور بين السادة والسادة سادة يعني الأصحاب المشروعات المتضادة المتناقضة تمام متواجهة مع بعضها البعض التسويات الكبرى يعني طبعا طبعا تسويات كبرى إيه تسويات كبرى جزء أساسي من صناعة التسويات الكبرى كيف جزء أساسي من صناعة التسويات الكبرى هنا لكيbyen أنهما دائما كلمة التسوية تذهب بأذهان بعض الناس إلى نوع من تتضمن استسلاما وخنوعا وتتضمن تنازلا لا هذا الموضوع فيه شيء تاني التسويات الكبرى البحث عن حلول البحث عن مخارج البحث عن توافقات تمام؟ اتفاقات إلى آخره. بالمحصلة هذه الاتفاقات العبيد ينفذونها العبيد إذا كانت حكومات أو إذا كانت مجموعات. لكن سياك الوزير أرجو أن تسمح لي ويتسع صدرك. إذا كان الهدف وهو الهدف الحقيقي للسوريين وأيضا لدول جوار بدأت تعبر عن خوفها ومخاوفها وقلقها. رغم يعني انخراط والآن مواطنون التراك بدأوا يبحثون عن أبنائهم في معسكرات القاعدة. إذا كان التخلص من هذا الإرهاب هو الهدف. وهو الهدف منذ البداية والقضاء عليه. وإذا جاء التخلص من هذا الإرهاب ضمن هذه التسويات الكبرى. واستمر الجيش السوري بالقيام به والدولة السورية. ما الحاجة لجنيف إذن؟ أولا الإرهاب ما له غير حل واحد. هو استقصاله. واستقصال الإرهاب ليس مهمة الحكومة السورية. وأدوات الحكومة السورية الرسمية. يعني الجيش والقوات المسلحة. وحتى طبعا الشعب السوري أيضا في المواجهة. الإرهاب مسئولية دولية. مواجهة الإرهاب مسئولية دولية. هيك بتقول قرارات الأمم المتحدة. مش قرارات الحكومة السورية. قرار 1373 وغيره. ما قبله وما بعده. من القرارات. تقول أن استقصال الإرهاب مسئولية دولية. وهناك جزاءات وعقوبات على الدول التي ترعى الإرهاب بأي شكل. التي تمرر إرهاب. تسمح الإرهابيين القامع على أراضيها. باستغلال أراضيها. بالتدريب على أراضيها. بالتمويل عن طريق مصارفها وبنوقها. إلى آخره. في صور كثيرة. محددة أساسا بالقرارات. لكنها لم تنفذ يوما. لم تنفذ. مجمونا ننفذت. نفذ عكسها. العكس. هناك دول مجاورة في مقدمتها تركيا والسعودية. وعلى الأراضي الأردنية. كما قلت لك. هناك مسلحين. وهناك سلاح يدخل. وإلى آخره. بطبيعة الحال. أنا لا أتهم. يعني. بشان نسمي تماما. هناك حكومات تقول للحكومة السورية. أنها لا تعلم. ولا تدري. ولا تسمح. ولا آخره. أنه هذول يتسللوا عن طريق كذا كذا. وأنها تلاحقهم. تمام. في حكومات أخرى كالسعودية وتركيا. لا. علنا أن كان الخطاب واضح وصريح وعلني. إلى مدة قريبة جدا. عندما لمسنا بعض دعيننا نسميها الإحساس بالخطر. خاصة التركي. التركي سمح بكل ذلك على أراضي. وتجاهل أو نسي أو سهى. لا أعرف ما صار معهم. أن هذا الإرهاب استوطن الأراضي التركية. وأن هؤلاء الناس سوف يعودون إلى تركيا. وأن ثمة مناخ اجتماعي وديني وسياسي وديمغرافي على طول الحدود مع سوريا. قد تبدل وتغير. تبدل وتغير. وبالتالي أنه سيعاني وسيتحمل وسيواجه تحديات هذه المتغيرات. شاء أم شاء أم أبا. بده يصير هذا الحكي. تمام؟ ولذلك نحن حذرنا وطلبنا سوريا طلبت الخارجية السورية برسائل كثيرة طلبت من الأمم المتحدة من اللجنة الخاصة بتطبيق القرارات المعنية بالإرهاب خاصة في 73 قدمت لها أدلة ووقائع ورسائل عديدة من الخارجية السورية تشير إلى ذلك. وجرى الالتفاف عليها أو تجاهلها في كثير من الأحيان. وعزيت لأسباب سياسية وعزيت لعدم وجود أدلة وعزيت لأسباب كثيرة. ولكن سوريا قامت بواجباتها دعينا نقول كعضو في الأمم المتحدة يبذل كل جهده كعضو ما مطلوب منه كعضو في توضيح الصور وبيان الواقع. لكن تم تجاهل كل هذا الذي قدم. بس بالمحصية التركية ستتحمل نتائج ذلك. قولا واحدا لا مفر والإرهاب الموجود على الأراضي السورية سيمتد إلى دول أخرى بعد تركيا باتجاه أوروبا. هذه طبيعة الأشياء نظرية الأواني المستطرقة السياسية. سوف يذهبون في الأخير بدون محل يطلعوا منه. طردوا من سوريا وين بيروحوا. هذا خليني نسميه الاعتقاد المعتقد الفكري أو الجهادي أو شو مسميه الأخير ما نسميه الإرهابي نحن الذي جاءوا به هذا السلاح هذا التدريب وين بيروحوا فيه كلياته. يطلع بمحل تاني يبسط نفوذه يسيطر يعبر عن ذاته بطريقة من الطرق وسيبدأ من تركيا بطبيعة حالة. ومكافحته تكون شاملة. هل تم التوصل ربما إلى ما يشبه الاتفاق أن فعلا تبدأ هذه المرحلة؟ يجب أن تبدأ هذه المرحلة. وبيان جنيف يؤكد حقيقة على أهمية مواجهة الإرهاب. والإرهاب صورة يعني مواجهة للعنف والإرهاب. لأن الإرهاب صورة من صورة العنف في المحصلة. يؤكد على هذه البس Estamos وهذه المسئولية ليست فقط مسئولية الحكومة السورية. هذه مسئولية الحكومة السورية مسئولية الشعب السوري بكل اتجاهاته السياسية معارضة وموالاة وغير ذلك المستقبل والأخير مسئولية الدول المجاورة ومسئولية الدول الكبرى ومسئولية كل أعضاء الأمم المتحدة. مواجهة الإرهاب ليست مسئولية دولة واحدة لا يوجد دولة واحدة قادرة بمفردها أن تواجه الإرهاب. ولكن المشكلة أنه في عندك مصنع للإرهاب. مصنع مفرخ إرهاب. الذي هو السعودية. وفي عندك دول كثيرة بسبب من الفقر وبسبب من نعدام التعليم. ونعدام الوسائل التربوية والتعليمية والأجوال الاجتماعية. في عندك بيئات حاضنة في دول مجاورة أيضا لهذه المسألة. مجاورة بالمعنى المباشر. وأبعد قليلا مثل الشيشان. وتترستان وتركمانستان وإلى آخره في دول أخرى. وبعض الدول العربية في إفريقيا أو حتى بعض الدول الإفريقية. في عندك مناخات. هذه كلها تفرز لمجتمعاتها. وأيضا صار فيه نوع من الحراك العام بالعالم كل ياته. الآن الإرهاب يتحرك في العالم كله ويمول ذاته. ولديه مصادر تمويل أيضا مباشرة من بعض الحكومات وبعض أجلس استخباراتها. دم ديروا كل ياته. هذا الفكري بدي يضل عنا بسوريا. نعم. في الغلطاني. التعاون بين على الأقل دول المنطقة التي تتعرض لهذا الإرهاب في أي مرحلة تضعه الآن؟ نجد أيضا أن ربما هناك انكفاء أمريكي بخاطرها أو بغير خاطرها. نجد أن هناك السلاح الروسي بالأمس كان ذهب إلى العراق. اليوم هناك زيارة لوزير الخارجي الروسي ووزير الدفاع إلى مصر توصف بالتاريخية. هل نلمس أنه بدأ هناك تنسيق بين دول المنطقة أنفسها حتى لو لم تقم دول العالم الأخرى التي لن تكون بمنأة عن هذا الإرهاب بالتوافق مع هذه الخطوات؟ شوفي لما منقول أن المشهد يتغير يجب أن نسأل ما هي أسباب التغير كما قلت قبل خليل تصوري لا سمح الله أن سوريا لم تصمت شو كان صار؟ اليوم شو كان؟ اليوم شوفي بالمنطقة هون بعموم المنطقة من ساحل بيروت لشط العرب تمام؟ ومن شمال تركيا مو جنوب تركيا من شمال تركيا لليمن لجنوب اليمن لباب المندب شو كان بيصير؟ لو سقط النظام لا سمح الله في سوريا الدولة سوريا تفككين شو بيصير؟ تمام؟ كنتي شفتي خراب وحرب وفضائع لا مثيلة لها تمام؟ فوضى لا مثيلة لها في كل هذه المناطق لا يتعلق الأمر بسوريا؟ أنا هاي أم بحكي لك بالتفاول إذا بدي حكي بالتشاؤم أبعد من هيك تمام؟ صمود سوريا أعاد التوازن إلى المشهد السياسي الإقليمي أعاد التوازن صحيح في ناس في دول أو كيانات يعني خلينا سميها وحكومة لا تريد أن تصدق بعدين بدا تصدق تمام؟ مع الوقت بدا تصدق هذا التوازن الذي استردعا فيته في المنطقة أيضا مثل ما أن أسبابه فيه هنا نتائجه من نتائجه أنه يغير شروط المشهد السياسي ذاته يغير شروطه يعني شروط وجوده وشروط كينونته تمام؟ ففي منتصر في مهزوم وإذا ما بدنا نقول منتصر ومهزوم بهذه الحدية في أحد فشل وفي أحد نجح تمام؟ الفاشل سيتحمل تبعات الفشل والناجح سوف يجني في مارا نجاح تمام؟ سوريا نجحت الآن يعني موعد استلام الكأس لم يحين الناجح بيأخذ جأس النجاح لم يحين بعد ربما يتأخر قليلا تمام؟ ولكن الاتجاه العام المنح العام للأحداث الميدانية والسياسية وكل المسائل الأخرى بات واضحة وربما تستشعر خطرا هائلا على ذاتها أو عنوانه الأول أنها شعرت بأنها ستفقد جزءا من مصالحها في المنطقة إذا استمرت في سلوك ما سلكته هناك دول إقليمية باتت تشعر بأن خسائرها تعاظمت تعاظمت في مقدمتها تركية وأن ما فعلته في سوريا يرتد مباشرة إلى الداخل التركي تمام؟ وهناك دول كبرى أيضا بدأت تسحب سفنها وأساطيلها من المنطقة لأن عصر التهديد باستخدام القوة انتهى تهديد باستخدام القوة ولكن ما زالت دول عربية تراهن على غير ذلك قبل قليل سماحت السيد في كلمته تحدثا عن دول عربية ما سمها لا سيذكر الحرف الأول تراهن على الحرب وأيضا تطلب من إسرائيل أن لا تتراجع عن موقفها فيما يتعلق بإيران لا طبعا أن إسرائيل صارت الناطق الرسمي باسم بعض الدول الخليج تمام؟ وأنه صارت هلأ مصالح إسرائيل ومصالح السعودية متطابقة بسبب الدور الإيراني أو القوة الإيرانية أو المفاوضات الجارية هذا المنطق بالمناسبة أولا ليس منطقا جديدا يعني نحن هلأ بشأن ما نطلع بالأخير أولو العالم معقولة عن ما يحكوا هذا الحكي بالألفين وثلاثتاش والآخرين ما نحن هذا الحكي منعرفه منذ عقودة من الزمان منعرف بالأخير في ثوابت سياسية في المنطقة نعلم العداء الإسرائيلي لإيران ونعلم العداء السعودي لإيران تمام؟ طيب هذول العدوين أوتوماتيكيا وتلقائيا وبحكم المصالح وبحكم الأخرية سيكونان على ضفة واحدة يعني سيتصلان وسيخططان وسيرتبان مع أنه وين عنصر المفاجأة يعني نحن بصير فينا مثل اللي أكل خمسين كف غدر أول كف ماشي الحال ثاني كف بجوز بس خمسين كف غدر نحن ندرك جيدا أن العلاقة بين بعض دول الخليج وإسرائيل هي علاقة قديمة لكن لأسباب مختلفة هي علاقة سرية اليوم هذه العلاقة تتقدم بسبب من ضغط الظروف وتسارع الأحداث فتجد نفسها تحت الضوء مكشوفة وبيصير فيها تصريحات وبيصير نتنياهو بيحكي عن أمن المنطقة وبيحكي عن أمن الخليج تمام وأنه هذا التهديد ليس موجه لأله وكذا يحشد بالأخير هذه العلاقة تاريخية وقديمة ليست جديدة قد لا تكون قديمة كثير بالمناسبة قد لا تكون قديمة كثير من نشوء المملكة ومن كذا ومن إلى آخر لا هذا القراءة المدرسية للأشياء ليس صحيحة لأنه كان في أيضا محطات عربية فرضت نفسها على صعيد الصراع في معطيات في معطيات تدل على أن هناك علاقة حرب 2006 الموقف بعض دول خليج من حرب 2006 كان واضحا جدا كان يعكس قلقا على الإسرائيلي خشية على الإسرائيلي بالتالي كيف واحد يعني ما الذي يقف وراء هذه الخشية العلاقة والمصالح المشتركة هل تغيرت الخشية اليوم أصبحت ليس فقط على الإسرائيلي إنما على الإسرائيلي وعلى نفسه طبعا بالتأكيد شوفي ما حدا بمنأ عن التحولات يعني لا حدا يتصور إنه هو بيبني جدران عازلة وإلى آخره الطريقة الإسرائيلية بناء جدران عازلة إنه إذا بنوا جدران عازلة بيصيروا في معزل عن التهديدات وعن كذا آخره هذه نظريات واهمة أو هن يعني نحن كمان مش عم نفكر بالعكس إنه إذا بنت إسرائيل جدران كمان نحن بنرتاح ما عاد يدخلوا وما عاد يهددوا وما عاد كذا آخره هذه الجدران تزول ببضع دقائق تمام بالمعنى السياسي خليني مش عم بحكي بالمعنى العسكري ما لك قيمة والتدخل اليوم مش بالجدران فيه طيارات وفيه وفود وفيه مصالح اقتصادية وفيه موانئ وفيه أنابيب نفط تحت الأرض وتمروا من تحت الجدران العازلة وغاز اليوم ما حدا بيقدر يعزل نفسه عن الأحداث اليوم ما حدا بيقدر يقول أنه هذا الكلام أنا لا يعنيني خاصة إذا كان قد ارتكب موبقات موبقات بعدين فيه رهان كتير مهم ما حدا يشيره من باله فيه رهان على الشعب على شعوب الخليج على شعب ناب الخليج لا حدا يتوقع غيره في جيل شباب في السعودية شباب مثقف وواعي ووطني وعروبي ومسلم ما بيتنقضوا مع بعض كل هدول ما بيتنقضوا مع بعض هدول أيضا يعني بكهج واحد أيضا يعاني من الحد من طموحاته يعاني من رغبته بالانفتاح يعاني من رغبته بتحدي رغبته في التغيير كمان هدكاته لاحظة يتجاهلوا يعني وما منعرف متى وأين تندلع وتتطور وإلى آخره شايف كيف كل هذه يجب أخذها بعين الاعتبار نعم سيدة الوزير ذكرت موضوع إيران ومفاوضاته مع الغرب وهناك الكثيرين ممن ربطوا بين هذا الملف وبين ما يجري أيضا فيما يتعلق بالوضع السوري وأيضا مؤتمر جينيف وأيضا قبول بدون نقاش موضوع حضور إيران في مؤتمر جينيف كيف تربط هذين الأمرين ببعضهم البعض شوفي أولا فيما يتعلق بمؤتمر بجينيف الإيراني يتعلق بإيران أولا أي خطوة إيجابية في المنطقة تساعد على الاستقرار في المنطقة تخدم دول المنطقة لا تخدم إيران فقط ولا تخدم دولا بعينها فقط تخدم كل شيء في المنطقة بالتأكيد إذا استقرت سوريا سينعكس هذا الاستقرار باتجاهات كثيرة دول جوار وغير دول الجوار والعكس صحيح إذا لا سمح الله اندلعت حرب مع إيران أو لم يصلوا إلى اتفاق توترت الأجواء لو ما وصلت لمرحلة الحرب أيضا سينعكس على الكثيرين مثل ما قلت لك بالسياسة لا تنفع الحدود ولا الحواجز ولا الجدران العازلة ولا واحد يحط قطن بأدانه أنه مجتمع بالسياسة كل شيء له صلة يعني هناك سلسلة متتابعة تمام من المسائل المرتبطة ببعضها البعض الانهيارات ولد انهيارات والرسوخ يولد رسوخ والاستقرار يولد استقرار وهكذا ولذلك طبعا لها صلة بالتأكيد لكن طبعا الشق التاني من سؤالك فيما يتعلق بحضور إيران في مؤتمر جينيف والذين يتحدثون أنه هنا ما بدون إيران في مؤتمر جينيف بغض النظر عنها الفكرة هي وأنه إيران لها علاقة بما يحدث في سوريا وأنه إيران متورطة في سوريا والآخرين أولا نحن ننفي نفيا كاملا هذه المسألة ثانيا إيران دولة كبرى في المنطقة وحضورها يساهم ثالثا إذا أردنا أن أتحدث عن حضور المتورطين وغياب المتورطين وآخره الحاكم لا يبدأ من عند إيران الحاكم يبدأ من عند تركيا من عند سعودية من عند قطر هذين المتورطين في سوريا تمام أنه معقول هذين يكونوا موجودين مثلا بجينير وإيران ليس موجودين تحت عنوان أنه هذين الأوادم وآخره يعني بيصير كوميديا سياسية لكن كان هناك مناخ إيجابي فيما يتعلق بمباحثات إيران مع الدول الست وكان هناك حديث ليس فقط في الأروقة الرسمية إنما في الإعلامية أن هذه الدول جاءت هرولة يعني على أنه سيكون هناك التفاق هنا يعني ما لم يحدث فيما يتعلق بهذا الجانب هل يمكن أن ينعكس على ما يمكن أن يحدث في جينيف المتعلق بسوريا ونحن فيما يتعلق بجينيف إذا لم يعجبنا الوضع هناك وأعني هنا الدولة السورية والحكومة السورية أيضا هل سندير ظهرنا كما فعلت إيران إلى هذا المؤتمر شوفي أولا جينيف الإيراني إيران منذ اللحظة الأولى كانت تتحدث عن حقها بالاستخدام السلمي للطاقة النووية كان في حد مسكر أدان وما بده يسمعه لأنه ما بده يمنح إيران إمكانية الاستخدام السلمي للطاقة النووية تمام بما ينعك ذلك من تطور على قدرات الدولة وإمكانياتها من الناحية العلمية ومن خبراته ومن صناعة ومن من الأخرين هذا سلسلة متوالية تمام هذا هو السبب الحقيقي اليوم تختلف الظروف هناك أفاق لحلول هذه الأفاق للحلول لما نقول حل يعني في طرفين تمام يقال إعلاميا أن فابيوس ووزارة خجر الفرنسية وبضغط سعودي وإسرائيلي وعلاقة سعودية إسرائيلية حاولوا إفشال التوصل إلى الاتفاق بغض النظر عن الدور الفرنسي الذي ليس مدهشا وليس مفاجئا وليس غير متوقع يعني تمام بالمحصلة أنا تقديري الشخصي أن هذا المسار يتقدم هكذا تقول كل التصريحات طبعا لا تخذي التصريحات الإعلامية المباشرة أو الأخيرة ولكن الجو العام مجرد هذا الاجتماع وهذا الحجد الذي حدث هذا الحجد ما بيصير يعني مو راح على أكلة كبه مثلا أو كذلك هذا الحجد رأي على مسألة كبرى تخص المنطقة والعالم اتنين إذا حدث مناخ إيجابي في جنيف الإيراني سينعكس على جنيف السوري بتأكيد والعكس صحيح وأي شيء ثالث سياسي بالمنطقة يولد استقرار كما قلت ينعكس على كل ذلك بالنسبة الجنيف السوري نحن كدولة سورية حكومة سورية سنذهب إلى جنيف بدون شروط مسبقة ونحن منفتحين ومستمعين للأفكار والنقاش وهناك بيان جنيف له محددات واضح وسنعمل على القاعدة التالية دعيني أقول لك تذكري قصة دائرة الطباشير مرئة عليك لما كنا صغار في قصة اسم دائرة الطباشير في طفل واحدة بتزعم أنه أمه ووحدة الثانية هي أمه الحقيقية فالقاضي بيقول نحط الولد ونرسم حول دائرة الطباشير وبتشده من الطرفين تمام واللي بتشده لعنده بيكون ابنه في واحدة منهم رفضت أنه تشده من ييده خوفا عليه هي أمه الحقيقية نحن بالنسبة لن نلعب مع حدا دائرة الطباشير على سوريا لن نسمح أساسا بذلك ولن لن تكون سوريا أبدا محل مساومة سوريا الدولة والوطن أولا تمام لن تكون محل مساومة مع أحد بالمطلق بالمطلق هاي خليوني يسمعونا في يمني من آخر الدنيا لجنيف لتركيا للرياض لوين ما بدون سوريا مش محل مساومة والذي يعتقد أننا سنساوم على شيء ما في جنيف هو واهم هو واهم هذه الدولة ما الذي سيحدث هذه الدولة لها نظامها السياسي هذا النظام السياسي مقنن في دستور اسمه دستور الجمهورية العربية السورية هو فيصل ومهم تمام واللي بيفهم بهالمسائل منه بيعرف معنى ما أقوله عم بحكي على المعارضة الخري بيفهم تماما شو عم نحكي جنيف وسيلة وسيلة مساعدة للخروج بحل سياسي عن طريق عملية سياسية وتسوية سياسية نحن سنعمل من أجل أن ينجح جنيف لكن نحن على ثقة أيضا وأكد لك أنهم سيحاولون إفشال جنيف كما عملوا على إفشال جنيف لإيراني سيشتغلون على ذلك وسيشتغلون على ذلك بكل الوسائل ليس فقط في جنيف في جنيف في المنطقة في سوريا في غير سوريا شو الله يعني حتى مش الله سبحانه وتعالى شو الشيطان بيلعب برأسهم بيزينهم تمام رب العالمين قطعا ما له علاقة بهذا رح يساوه تمام لكن نوايانا السياسية اتجاه جنيف لها صلة تماما بنوايانا السياسية التي عبرنا عنها منذ اللحظة الأولى من بداية عدوانة سوريا ومنذ لقاء التشاوري في تموز 2011 نحن قناعتنا السياسية كسوريين وكدولة سورية وكحكومة سورية بمسار سياسي ينتج حلولنا تمام هذا مع السوريين لكن أيضا قناعتنا الراسخة والنهائية عملية مواجهة الارهاب ستستمر لاحد يظن على الإطلاق أنه سنتوقف عن مواجهة الارهاب لاحد يظن بذلك نهائيا كل من حمل السلاح ضد الدولة واعتدى على مؤسساتها وأبنائها وكياناتها وقتل وارتكب مجازر هذا موضع مواجهة مع الدولة تمام نعم يعني مهما كان هناك خطوات لعرقلة جنيف 2 وهي ليست بالجديدة موضوع العرقلة إلا أنه مسار محاربة الإرهاب مستمر لكن في حال فعلا عقد هذا المؤتمر والحوار بين السوريين والدول التي تواجدت والتي لها يد في زرع الإرهاب وزجب الإرهاب في حال توقف وهو شرط سوريا الأساسي دعم هؤلاء الإرهابيين وتمويلهم والزجبهم كيف تتصور المسار القادم لسوريا والسوريين جميعا شوفي أولا نحن مش حطين شروط نحن رايحين بدون شروط مسبقة اتنين نرفض طبعا أيضا أن يضع هذه شروط مسبقة صحيح لا نقيم لها وزنا بالأساس المقام لا يسعى أحيانا بعض المصطلحات أن نحكيها تمام بس هذا حكي صخب لا معنى له أنه قزة والاجتمعة المدري واجتمع المدرمين مع المدرمين وصرح وكذا وإلى آخره واحد حكي من باريس وواحد حكي من اسطنبول وواحد حكي من مدر وين أنه لن ونقبل ولا نقبل وشو إذا كان وقيموا فلان ربما هي حاولت امساك بأوراق معينة قبل المؤتمر بنتي يعني نديلك مثل عنهم هنا في مثل بيلك دير المفلس على المفلس ترى العجب تمام هذول الجماعة مصابين بالأساس بالإفلاس الإفلاس السياسي ماليا مرتاحين وكلوا من أحسنه تمام وحسب علومنا مش مقصرين معهم السعودية والقطريين يعني موفين بالتزاماتهم أما سياسيا هنا المفلسين سياسيا تمام واستلام السلطة هذا هدف وليس مشروع سياسي وأنا دائما بقول الهدف لا يصنعه مشروعا سياسيا تمام هنين ليس هديهم مشروع سياسي مش قادرين ولا واحد منهم تمام وأنا أتحدهم جميعا اسما اسما وتنظيما تنظيما يطلع واحد منهم يناقشنا بمشروع سياسي كيف يرى سوريا فيما بعد لا يقل اللي هي تبعا نريدها دولة ديمقراطية تعددية كانت مكتوبة بالدستور عنها مكتوبة دولة ديمقراطية بدنا نعمل أحزاب في قانون أحزاب بدنا ياها هذا كل يعته هذا حكي يعني لاحد يخترع الدولاب مجددا قل لي شو مشروعك السياسي المتكامل لهذه الدولة ما موقفك من الثوابت ما موقفك في المسائل واحد اثنين ثلاث يبقى يعرفوه هذا مش موجود لديهم أولا تمام ثانيا هنن بالمجمل موجود دولة لا لا إذا كان حدق أيضا يعني يعتقد أن سوريا يمكن أن تقسم وبيروح منها حارة أو شبر كمان أنا أعمل لك واهم واهم سوريا دولة ذات سيادة هذه السيادة مش أنا مختراحة تمام ومش الدستور فقط جابة من فراغ هذه السيادة تقرها القوانين الدولية وبيان جنيف أول بند في الالتزام بسيادة الجمهورية العربية السورية تمام وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية واضح الكلام لا لبس فيه تمام وبالتالي يعني أوهام هي على كل حال اللي أنا بدي أقوله بس بهذه المسألة المعارضة في الخارج أو بعض المعارضة في الخارج أنا بقول دائما بعض المعارضة في الخارج لأنه يوجد في الخارج أيضا من فرزوا أنفسهم يعني معارضة لا توافق تمام كليا أو جزئيا على كل ما يزعمه هؤلاء تمام وأحيانا لا تصرح على الأقل لا تصرح ناخد التصريحات لا نعرف ما هو يعني عندما سيكون الذهاب إلى جنيف يجب أن يكون الحديث على قدر الموضوع يعني مستوى على قدر الموضوع ما حدا يجرب أبدا أنه يستطيع أن يأخذ جنيف إلى محل غير جنيف تمام إلى بيان غير بيان جنيف ما حدا بيقدر يأخذه تمام وما حدا بيقدر يجرب أن يتلاعب بالمضامين لا بسيادة الجمهورية ولا بمكافحة الإرهاب ولا بالتفاصيل التي تتعلق بحكومة بالموافقة المتبادلة ولا آخر كل هذا الحكي واضح وصريح بالمحصلة من هو جاد من هو جاد ولو متأخر في أن ينتج حلا سوريا سوريا يجب أن يدرك أن جديتنا لا نهائية لا نهائية هل من منطلق أن البناء وإعادة البناء وسوريا المستقبل هي بحاجة لجميع أبنائها ما في شك حتى من ضل ما في شك حتى من ضل حتى من ضل سوريا كنا نحكي لدائرة والطباشير سوريا أم الكل تمام يعني نحن كل يعتنا أمنا سوريا بالأخير تمام أمنا وأبونا وعائلتنا وغطانا ونحن بالأخير لنا مصلحة أن تستقر سوريا لكن هذا الاستقرار يحتاج إلى روافع هذه الروافع هي روافع سياسية وقبل منها هي روافع وطنية من طبعا نحن ما منوزع على حدا شهادات بالوطنية بالمناسبة كل الناس وطنيين أنت كل سوري وطني أنا يكب أفترض سلفا حتى يثبت العكس كل سوري وطني إلا إذا استدعى التدخل الخارجي يصير عميل تمام كل سوري وطني إلا إذا استدعوا طلب من الأمريكان تدمير سوريا ضربة مدمرة كلية يصير جاسوس وعميل وخائن وخائب بعض هؤلاء المعارضة من خاب أملهم ورجاؤهم وأعلنوه على المحطات عندما لم تحصل يحصل العدوان الأمريكي لا هذين زبالة اسمحي لي بقى أنا ما أقول في ناس منهم هذين اللي طلبوا الضربة الأمريكية واللي بكرة الصبح واللي خاب أبلهم واللي طلعوا واللي احتجوا واللي كذا آخره هذين لا هنه معارضة ولا هنه معارضة وطنية وهن ليسوا سوريين وهذين حسالة العالم هذين يكونوا في جينيف لأنه بعض من ما يسمى الاتلاف هل أشوفي المعطى السياسي غير المعطى الأخلاقي وطمام بش كمان لازم يفهمون يعني نحن بزماننا كان في مفاوضات تعرف مفاوضات السلام قعد الوفد السوري وفي طاولة كبيرة ندري تعرفيها الجلسة الشهيرة في أسوأ من الإسرائيلي هلأ طلع في أسوأ بجوز منه أو مثلهم سيئة هذين هذين يريدون يضربوا البلد أو يشجعوا ضربة البلد مثلهم مثل الإسرائيلي بالسياسة شيء آخر أنا أتحدث عن المنظومة القيمية والأخلاقية حتى بعض الأحزاب أو الجماعات المضوية تحت الاتلاف على مشاعر الناس مثل الإخوة المسلمين رأيها أنا أتحدث عن مشاعر الناس اليوم الناس تقبل منك رأي سياسي قد ما اتطرفتي فيه سياسي بس ما حدا بيقبال تقليله أنه أنا والله بدي الأمريكان يجو يضربوا هالشارع لأنه هون في سكنة عسكرية وإن شاء الله بيموتوا كلها كلها دولا ما حدا بيقبال هذه الحكية صحيح ما حدا بيقبال وأنه أنت ما بسر لك شيء رح يضربوا الجيش ما حدا بيقبال أكثر الناس بتعادا وتطرفا في السياسة طالما أنه وطني مختلف معك بالرأي للأخير لا بحب هالذولة ولا عجبتني هالحكومة وهذا النظام السياسي مش قبلانه وأنا مو مع الرئيس وكذا والآخر كل هدولة دفعة وحدة بس أنا ما بيقبال حدا يضرب البلد تبهتي شلون هدول الناس اللي ما قبلوا تنضرب البلد واللي هن مختلفين معك سياسيا أساسا هن صاروا بمحل تاني جزء كبير منهم صاروا مع الجيش ومع القيادة طبعا طبعا لأنه شعروا شعروا أن المسألة ليست مسألة اختلاف سياسي واختلاف في الرأي شعروا أن المسألة مسألة عم تلعب بالبلد تمام مثل ما أريت جملة جميلة وعجبتني من أحد الإخوان أنه أنتوا عم تلعبوا كنتوا عم تحاولوا تغيروا جينات المنطقة جينات المنطقة هاي المنطقة هكذا ترتيب جيناتها تمام لا يمكن حتى حتى يمر المشروع الإسرائيلي في المنطقة يجب أن تسقط سوريا لا سمح الله تاريخيا وعندما تسقط سوريا يسقط العراق وراها إيران تمام والخليج العربي يصيروا بدون كفلاء من تل أبيب لا يأكلوا ويشربوا مش لا يشتغلوا لا يأكلوا ويشربوا هاي كذا إذا سقطت سوريا هذا اللعب جينات المنطقة ليجرب البعض من الأجهزة الاستخباراتية وبعض الحكومات وبعض ما يسمى أنفسهم المعارضين هذا هو الذي سقط في الواقع عندي سؤال أخير لك سيدة الوزير فيما يتعلق بالإعلام بحد ذاته أهلا ومرحبا بك سيدة الوزير كيف يتعامل الإعلام الوطني السوري مع المعارضة المعارضة الوطنية حضرتك قبل قليل ذكرت أنه هناك بعض أطياف المعارضة الخارجية أو غيرها يعني لم يبلوروا برامج معينة لكن ثمت أيضا معارضة في الداخل المواطن الشعب السوري يرى أنها لم تبلور برنامج وفي الأيام الأخيرة وضعت بعض أطياف هذه المعارضة السبب على الإعلام السوري وعدم ظهورها في الإعلام السوري وعدم إعطاء الحيز اللازم لها وعدم مساعدتها إعلامية من الإعلام الوطني على بلورتها كذا برامج أنا بحكي دائما إن شاء الله بشفافية ومباشرة وأنتي شفتي نحن بالورشة اللي عملناها عن الإعلام الوطني أنا طلبت من كل المشاركين أن يتحدثوا في السلبيات فقط لا أحد يجيبنا سيرة الإيجابيات حافظينا شوفي أول شيء نحن في تحولات صارت مجتمعية مو بس يعني تحولات مجتمعية من ضمنها تحولات سياسية نحن لازم نتعود أنا بعثي ما تعودنا مش أنا يعني بحكي بشكل شخصي بالعموم ما تعودنا على سنوات طويلة نتيجة الظرف العام والمسائل الدستورية وغير الدستور وآخره أن نختلف في الرأي قصة الاختلاف في الرأي كانت قصة كثير محدودة اليوم العالم كله تغير مو بسبب ما يسمى الربيع العربي الدنيا كلها تغير اليوم سوريا تتحول ويقود هذه التحولات السياسية الرئيس بشار الأسد تمام ويقودها عبر خطوات لها حوامل تشريعية قوانين أصدر مجلس الشعب وسيادة الرئيس أصدروا مجموعة قوانين ومراسيم قانون الأحزاب قانون وانتخابات والدستورج جديد صار عليه الاستفتاء وإلى آخره هذا كله يتضمن تحولات تمام طيب هذه التحولات أتاحت مناخا على المستوى التشريعي على الوراء لحراك سياسي لعمل حزبي بدنا بلش نكيف أنفسنا كأجهزة الدولة وفي مقدمتها الإعلام والأحزاب التاريخية في سوريا البعث والحركات الناصرية والشيوعيين الأحزاب الجبهة بدنا نبدأ نكيف أنفسنا على أن الساحة السياسية لم تعود لنا وحدنا وهناك أحزاب جديدة لها حرية التحرك وضم أعضاء جدد وإلى آخره تمام في جزء من المسؤولية يقع على عاتق الأحزاب الجديدة لكن ما يعفيها قليلة من هذه المسؤولية هو قلة الخبرة السياسية بجوز لكن هذا يحتاج أيضا إلى وقت نحن يجب أن نساعدهم نحن في بعض الدول هناك أحزاب لم تحتاج أكثر من عامين حتى تظهر ورغم ما تكون في ظروف نحن يجب أن نساعدهم الحقيقة ليس كأعلام حتى كأفراد أن نساعدهم في اكتساب الخبرة تمام أن نساعدهم في ولوج باب المعترك السياسي الداخلي طيب الإعلام يتقدم المؤسسات التي يجب أن تساعد الداخلية بترخص بيصير هذا الحزب موجود الإعلام في المقدمة الإعلام أيضا لديه ما يعانيه تمام بسبب ظروف الأزمة بسبب التحديات وأيضا بسبب الذهنيات أيضا لدينا في الإعلام السوري ببعض المفاصل ذهنيات لم أيضا يعني لم تستطع أن تتقبل المتغيرات أحيانا أو تقبلتها ببطء شايف كيف كمان هي عم نشتغل عليها نحن لكن اليوم الجو غير من ستة شهر من ستة شهر غير من سنة من سنة غير من سنتين تمام عرفتش بطء ثم تتحولات بدأت قد تكون ببعض الاتجاهات ليست مرضية تمام قد تكون طموحات بعض الأحزاب الجديدة أبعد مدن تمام أنا قلت دائما المنابر الإعلام السوري تمام واللي أكثره إعلام حكومي تمام نحن نتمنى أن يكون هناك منابر إعلام خاص أخرى أيضا مفتوحة ونأمل حقيقة من كل الأحزاب المعارضة وغير المعارضة مشكلة الأحزاب الجديدة ترخصت معارضة في أيضا أحزاب بالنصف أو على اليمين أو عشماء نأمل منها أولا أن يكون لديها خططها الإعلامية وأن تتواصل مع وزارة الإعلام ومع وزير الإعلام حتى على المستوى الشخصي وأن نعمل لنقدم لهم الحيز الكافي للتعبير عن أفكارهم وفعالياتهم وأنشطتهم الإعلام غير يعني نحن غير محتكر لصالح الدولة أو لصالح حزب بعينه أو لصالح وحتى في حزبنا حزب البعث العربي الاشتراكي أنا يعني بدي أحكي على الحزب كحزب هناك أيضا اليوم انفتاح كبير على المستوى الحزبي نحو هذه الأحزاب ونحو أهمية أن يكونوا الشركاء في كل العملية السياسية في كل جوانب المعترك السياسي وأن يكون أيضا لهم حيز في وسائل الإعلام السورية تمام المسألة مش مسألة الدعاية للحزب ما نأخذ بهذا المنحة بالحوارات السياسية بالاختلاف السياسي نقدم للناس الصورة الحقيقية لتعدد الآراء تعدد الآراء ما يعني تعدد الحزب يعني تعدد آراء نعم وسية الوزير في جوابك الجيد أنه ذكرت أنه فعلا هناك ما يتعلق بالإعلام السوري والعلي أستطرد كان السؤال الأخير سأستطرد قليلا هذه الورشة التي تفضلت بذكرها وهذا المؤتمر فعلا كان يصل للضوء ليس فقط مديح ما قام به الإعلام السوري وهو مشهود له بمواجهة جهة هذه الحرب العالمية إنما كان فعلا بكل شفافية ذكر الكثير من السلبيات أين صبت وهل بني عليها تمام أحسنتي نحن طبعا ورشة الإعلام الوطني أنتجت لجنة لجنة عمل تمام مش على طريقة اللجانة التقليدية تبعا اللي بتجتمع ما بتطلب معا شي الآن نبحث عن الآليات عم نحط آليات إن شاء الله الجمعة الجاية بتكون أنجزة لتحويل بعض المقترحات وليس كلها التي قدمت أنه في جزء منها لا يمكن الآن تنفيذه وتحويلها إلى أمر واقع بحاجة إلى متابع وأنا بتأمل من الناس اللي شاركوا أو الذين علموا بالنتائج إلى حؤون جميعا أنه وين صرت بهذه المسألة حتى يعني ما واحد يبرد همته أو يتقاعس عن القيام بواجباته سيدة وزير الإعلام الأستاذ عمران الزعوبي أشكرك جزيلا الشكر على الاستجابة مع كل هذه التساؤلات شكرا لك ونشكر لكم حسن متابعتكم مشاهدين الكرام بإمان الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم